من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أن الرؤى والأفكار التي تمت مناقشتها في الاجتماع تمثل خارطة طريق للعلاقة بين حكومة البلدين أشار السوداني إلى أنها ستفتح المجالة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري واستثمار الفرص الواعدة في العراق هذا المحظر وهذه المذكرات والرؤى والأفكار هي خارطة طريق للعلاقة بين الحكومتين للمرحلة القادمة والتي تأتي ترجمة لإرادة ورغبة جادة من قيادة البلدين في تطوير العلاقة بين العراق ومصر وفتح المجال للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري واستثمار الفرص الواعدة في العراق من فرص استثمارية في مختلف القطاعات